تجنب الصدام مع خصومه وابتعد عن المشهد العام في ليبيا حين أيقن أن الصراع السياسي ولعبة توزيع المناصب وفقا للشرعية الثورية للكفاءة والخبرة العلمية والعملية ستؤدي إلى انهيار الدولة في ليبيا الراحل محمود جبريل الذي برز اسمه كحد أهم ساسة ليبيا في مرحلة تأسيس الدولة بعد الثورة في العام 2011 تحصل على البكالوريس في الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة القاهرة في العام 1975 ومن بعدها نال جبريل درجة المرجستير من جامعة باتسبرج في ولاية بنسلفينيا الأمريكية في العام 1980 ومن نفس الجامعة نال درجة الدكتوراء في التخطيط الاستراتيجي في العام 1984 وبعد نيله الدكتوراء عمل محمود جبريل أستاذا للتخطيط الاستراتيجي بجامعة باتسبرج وأشرف على تنظيم برامج التدريب للقيادات في الإدارات العليا في عدة دول عربية واجنبية ومستشارا في الشؤون الاستراتيجية أما عن مسيرته السياسية فقد كانت بارزة في مرحلة ما بعد الثورة حين فاز تحالف القوى الوطنية الذي كان يرأسه في أول انتخابات تشريعية تشهدها ليبيا منذ أربعة عقود اشتركوا في القناة